عشان كده كان هناك كلام كثير واكتهادات كثيرة انا الحقيقة بشوف ان مبالغات كبيرة جدا 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 بعد قرارات بتغيير او بعض التغييرات في قطاع الكرة في النادي الاهلي يقول لك اصله سيد عبد الحفيز ده غلط مش عارف مع اكرم ولا اي حاجة كده انا سمعت كلام كتير في هذا الامر ومش عارف غلط مع بين وعمل ايه البعض تناسى او نسي ان التغيير هو سنة الحياة وخلي بال حضرتك وده عن معرفة والكلام اللي انا بقوله ده عن معرفة وعن تجارب كثيرة جدا النادي الاهلي لا يأخذ قراراته دون دراسة هو حضرتكو او في حد يقدر ينسى ان النادي الاهلي يقدر جميع ابنائه خصوصا ابنائه اللي زي سيد عبد الحفيز كابتن سيد عبد الحفيز لمن لا يعلم كابتن سيد عبد الحفيز هو يعني انا بتشرف بان انا بنتمي الجيل سيد كابتن سيد سيد عبد الحفيز واحد من اقرب الناس الى قلبي سيد عبد الحفيز مش قريب مننا بس قريب من كل جمهور النادي الاهلي كلنا بنحبه كلنا بنعشق سيد عبد الحفيز كلنا بنعشق إدارة الكرة أو إدارة سيد عبد الحفيز لفريق الكرة ولكن من يدخل من الباب أو من يدخل قلوب الجمهور الأهلي لا يخرج إلا من الباب الكبير موسم تاريخي للنادي الأهلي ونجاحات كبيرة جداً لقطاع الكرة وجميع الألعاب ولكن خلي بالك النجاح بيجي في النقط دي في التفاصيل دي هناك دراسة لكل تفاصيل الموسم لكل تفاصيل الموسم إيه اللي حصل هنا وإيه اللي حصل هنا وإيه اللي حصل هنا وإيه اللي حصل هنا بدون النظر إلى أسماء دون النظر إلى أسماء هل ممكن في التقييمات اللي جاية أي حاجة تحصل كل شيء جايز دايما المؤسسة التي تنجح تنجح عندما يكون عندها رئيس يستطيع أن يقيم يستطيع أن يضع الأمور في نصابها علشان يقدر يقيمها وبناء عليه اتخذت الإدارة قرارتها لصالح المنظومة لصالح منظومة كرة القدم هو حد عنده شكل غير في كده النادي الأهلي أعلن توجيه الشكر لكابتن سيد عبد الحفيز وعرض انضمامه للجنة التخطيط وعضوية مجلس إدارة الشركة الأهلي لكرة القدم وبالتالي يرى النادي الأهلي أن هناك خطوة أخرى تنتظر كابتن سيد كابتن سيد قضى فترات طويلة جدا في منصب كرة القدم والحقيقة إذا كنا بنتكلم عن 3-4-5 أسماء أساطير وكبار في عالم الإدارة أو في عالم مدير الكرة فهتجد أن سيد من الخمسة دول أو كابتن سيد عبد الحفيز من الخمسة دول مهما تقل ومهما عمل ومهما حصل هو ليه إحنا بنربط التغيير بالفشل؟ ليه بنربط التغيير بالفشل؟ فمنصب مدير الكرة واحد من المناصب الصعبة جدا محدش عارف إيه اللي كان بيحصل خلال الفترة اللي فاتت وبالتالي قرار التغيير هو قرار لإدارة الكرة واللي استعانى بكابتن خالد بيبو اللي حتكلم عنه واللي ارتقى فيه مجلس الإدارة أو ارتقى فيه إدارة الكرة جاهزية كابتن خالد لتولي هذا المنصب وبدء مهام عمله وعلى الجانب الآخر كان كابتن وليد سليمان بيتم إعداده كنائب لرئيس القطاع عشان أي ظرف فيه مثل هذه الظروف خلي بال حضرتك مفيش حاجة بتتعمل وخلاص مفيش حاجة تتعمل إن قد يكون هناك قرارات كان من الواجب اتخذها مثلا من شهرين ثلاثة ولكن لظروف معينة أرجقت هذه القرارات أنا هنا مش بتكلم على سيد أنا بتكلم بشكل عام كابتن وليد دلوقتي أصبح جاهز لتولي منصب رئيس القطاع قطاع الناشئين وخلي بال حضرتك كله تحت التقييم كله تحت التقييم أنا كرجل مسؤول بتوسم إن كابتن خالد بيبو هيستطيع بما له من خبرات سواء مع أكاديمية الكورة سواء مع قطاع الناشئين بما له من خبرات إدارية إنه يكون في هذا المنصب ويستطيع أن يفرض سياسة النادي على الجميع اللي موجودين قادل قادل فكر لكن هل ده معناه تقليل من كابتن سيد عبد الحفيز؟ مين يقدر يقول كده؟ هل حد فينا ما بيحبش كابتن سيد عبد الحفيز؟ هل حد في النادي الأهلي ما بيحبش كابتن سيد عبد الحفيز؟ القرار تم إعلانه بصيغة ليس فيها أي لابس ترجمة نانسي قنقر